أوبك تخفض إنتاج النفط رغم الضغوط الأمريكية روسيا تتجاهل التهديدات وتضم رسميا مناطق أوكرانية إليها ومن بينها أكيد محطة نووية ترامب يطالب المحكمة الدستورية العليا بالتدخل في معرقة الوسائق السرية وانتصار للأهالي في معركة الكتب الشازة في المدارس العامة تحياتنا لكم متابعينا ومشاهديننا من قناة الأخبار معكم حسين هنشم وحلقة جديدة ومباشرة من برنامج شوفي ما فينا استعرف من خلال وآخر وأهم المسجدات على الصعيد المحلي والعالمي نحن جديد هذه الحلقة بس كمان بنفس الوقت يعني صعب الواحد لحكي هو حاطة انفيزالاين بسنينه فعزروني أكيد عندنا أكثر من خبر في غاية الأهمية رح نتطرق لقالهم اليوم دايما لحتى تكونوا على اطلاع بما عم بيصير حولينا لدعم هذا المحتوى للاستمرار في تقديمه نتمنى منكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي على فيسبوك، انستجرام، توتر، تيك توك ويوتيوب تفعيل جرس التنبيه والاندمام لمجموعاتنا على واتس أب نبدأ بالخبر الأول مثل ما ذكرت أنا بالحلقة طبعي مبارح النهار الثالثة كنا عم نقول أنه نطرين نحن الاجتماع تبع مجموعة أوبيك بلاس اللي هي فيه بقلبها 13 دولة على ما أعتقد من بيناتهم روسيا وإيران وسعودية وغيرها من هايدي الدول اللي هي بتشكل دول المنتجي للنفط هيدا الاجتماع اللي كنا نحن عم نحكي عنه مبارح وعم نقول أنه هناك ترقب لهذا الاجتماع ناتجة أنه هناك قرارات مهمة سوف تخرج عنه ومنه كان فيه أخبار صحفية وتسريبات صحفية وإعلامية عم بتقول أنه أوبيك المفروض أنه ينزلوا إنتاج النفط مبارح عم ينحكي كان ما بين 500 ألف لمليون برميل بنهار اليوم صار هيدا الاجتماع وهيدا الاجتماع خلاله اتفق أعداء أوبيك بختام الاجتماع اللي صار اليوم نهار الأربعة على خفض الإنتاج بتقريبا مليونين برميل يوميا رقم كتير كبير صراحة يعني بعتقد أسوأ الأشخاص يعني المتشائمين ما كان متوقع أنه أوبيك تنزل مليونين برميل صراحة يعني كنا عم نقول لكم مبارح كان اتفاق ما بين 500 ألف لمليون برميل بنهار إجا القرار اليوم صادم للبعض وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية اللي كانت عم تمارس ضغوط كبيرة على دول أوبيك بلاس بأنه ما تنزلوا الإنتاج تبعكن وهلأ بنشرح ليش بس بشكل عام القرار الذي صدر اليوم كبير جدا وسوف يكون له تأثير على أسعار النفط ومشتقيته ومنها الوقود بشكل عام البنزين بتعبوه الديزل بتعبوه الميزوت رح يكون فيه تأثير كتير كبير صراحة أوبيك قرروا ابتداء من شهر نوفمبر من شهر 11 رح ينزلوا إنتاج النفط بمعدل مليونين برميل كل يوم مليونين برميل كل يوم له تأثير كبير جدا رح يكون هيدا القرار إجاب بعد ما نزلت أسعار النفط بشكل كبير جدا يعني بعد ما وصلت أسعار النفط لـ 120 دولار من ثلاثة شهر شفنا أسعار النفط عم تنزل لـ 90 دولار وتحت الـ 90 دولار لـ 86 دولار تقريبا فتسعى أوبيك بلاس من خلال هذا القرار لحتى ترجع ترفع أسعار النفط يعني هني هدفهم يطلعوا فوق الـ 90 دولار ووصلوا لـ 100 دولار لسعر البرميل أول رت فاعل أمريكي أتى على المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي اللي قال أنه علينا أن نكون أقل اعتمادا على نفط دول أوبيك وباقي المنتجين وكان هناك حديث في أرواق السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية وعن يقولوا أن بايدن غاضب من هذا القرار لأنه يعتبر هذه صفعة من المملكة العربية السعودية بوجه بايدن خاصة فيما يتعلق بموضوع أسعار النفط والانتخابات النصفية المترمز رح تكون بشهر نوفمبر بيعتبر أنه هيدا رح يأثر سلبا عليه هيدا القرار رح يرفع أسعار النفط وبالتالي عالميا وبالتالي رح يرفع أسعار البنزين والمزود في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي الناخبين متجهين لصناديق الاقتراع رح يشوفوا يتأثر بهذا الموضوع وسوف يؤثر سلبا على النتائج الانتخابات النصفية كان هناك خطوات من البيت الأبيض اليوم تم الإعلان الرئيس بايدن أعلن أنه سوف يستخدم المزيد من النفط الموجود في الاحتياطي الستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية بشهر نوفمبر كان المفروض نحن نوقف استعمال الاحتياطي الستراتيجي بـ 31 أكتوبر ولكن أعلم بايدن اليوم أنه بشهر نوفمبر رح يستخدم 10 ملايين برميل من هيدا الاحتياطي الفيدرالي لمواجهة ارتفاع الأسعار المرتقب من وراء قرار أوبيك هناك أصوات في الكونغرس الأمريكي من عدد من أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب ومطالب الإدارة الأمريكية بأنه يخففوا اعتمادهم على النفط ومشتقاته من الخارج ويبلشوا يشتخرجوا نفط أكتر وأكتر بالولايات المتحدة الأمريكية ولكن الخلاصة لهذا القرار أخوانا الخلاصة فيما يتعلق بهذا القرار أنه أوبيك نزلت الإنتاج وبالتالي العرض رح ينزل لما العرض بينزل والطلب بعده مرتفع إلى حد الآن هذا يعني للأسف الشديد أنه أسعار البنزين وأول نفط ومشتقاته بشكل عام إن كان بنزين ولا مزود رح ترجع ترتفع من أول وجديده هل اللي كنا عم نشوفه نحنا بالولايات المتحدة الأمريكية بنصل للخبر الثاني المتعلق بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تعتبر وصائق سرية وقته بلشنا بمعركة قضائية كبيرة جداً أخذ ورد وأخذ ورد ساعة بيربح ترامب ساعة هن بيربحوا قضائياً بشكل عام ترامب وقته قدم قضية قدم محكمة فدرالية في ولاية فلوريدا هذه المحكمة الفدرالية عطت شغلتين لترامب مهمين وفي غاية الأهمية أول شغلة عطتوا إياها لترامب أنه عينوا له مشرف خاص ومستقل لمراجعة هذه الوسائق السرية سبيشال ماستر بيسموه هيدا انتصار لترامب تاني الشي وقته في تقريباً ما يقارب المئة مستند أو وصيقة بتعتبرون وزارة العدل الأمريكية ومكتبة الحقيقات الفدرالية بأنه هن وصائق سرية وحساسة وطلبوا أنه هن يستمروا بمراجعتها بس وقتها هذه القاضية الفدرالية رفضت هذا الموضوع وقرأت لهم أنه لأ ما فيكم تراجعوا هيدا المستندات إلى حين يخلص المشرف الخاص بمراجعتها ولكن وزارة العدل راحة تقدمت استقناف عند محكمة الاستقناف محكمة الاستقناف وقتها هيدا المحكمة محكمة الاستقناف وقفت مع وزارة العدل في هذا القرار وطلبت من المحكمة الأدنى منها أنه هن لأ ما فيك أنت تعملي هيك هودا الميت وثيقة سرية لازم وزارة العدل تستمر في مراجعتهم لأنه مهمين جدا للتحقيقات تماما ترامب ما عجبوا هيدا الموضوع لاجينا لهيدا الأسبوع طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من خلال المحاميين الخاصين فيه من المحكمة الدستورية العليا في الوات المتاحة الأمريكية تدخل في هيدا المعركة القضائية بشأن الوسائق السرية وطلب منهم أنه ما يسمحوا لوزارة العدل الأمريكية بمراجعة هيدا الميت وثيقة قبل ما يخلص المشرف الخاص مراجعة هيدا الوسائق المحكمة الدستورية العليا تلقت هذا الطلب وعطت وزارة العدل الأمريكية إلى نهار السلساء 11 أكتوبر للساعة 5 عصرا لحتى يردوا على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنشوف هذه القضية كيف رح تكون وشو رح تحكي المحكمة الدستورية العليا هذه القضية نعم هي قضائية ولكن تبعاتها رح تكون على المستوى السياسي والعام في الوات المتحدة الأمريكية هناك ترقب لهذه المعركة القضائية ما بين دونالد ترامب ووزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالية فيما يتعلق بهذه القضية لأنه رح يكون إلى تبعات يعني شكل وزارة العدل تتجه لأنه ما بدون يوقفوا هيدا التحقيق ما بدون ينطروا لبعد موفمبر شكله أنه بدون يكملوا بهذه التحقيقات وشكلهم بدون يوجهوا اتهامات لترامب بهذا الموضوع أولا إذا وجه اتهامات شو رح تكون ردة الفاعل لمناصرين ترامب كنا عم شوف تحديدات ثاني شي هل سوف يكون هناك أحكام على ترامب من ناحية منعه من خوض المعركة الانتخابية الرئاسية أو أحكام أخرى؟ بدنا نشوف كمان الأيام المقبلة سوف تكون حساسة فيما يتعلق بهذا الموضوع سنحن بانتظار قرار المحكمة الدستورية العليا وتبعات هذا الموضوع ننتقل إلى خبر آخر يتعلق بالمعركة الحاصلة العسكرية هنا معركة سياسية قضائية ننتقل إلى معركة عسكرية للأسف الشديدة التي تحدث بين روسيا وأوكرانيا كما تعلمون بـ 30 أيلول سبتمبر وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اتفاقيات مع رؤساء المناطق الأربعة الأوكرانية بشأن كبول هذه المناطق بروسيا وكما تعلمون هذه المناطق هي كل من جمهوريتين دونتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتين خيرسون وزاباروجيا ضمون إلى روسيا المحكمة الدستورية في روسيا صدقت نهار الأحد على وصائق الاندمام وأكيد هنا جاء هذا الموضوع بعد الاستفتاءات الشعبية التي حصلت في هذه المناطق أكيد كمان شفنا لما وقع بـ 30 أيلول أو بـ 30 سبتمبر بوتين على هذه الموحدات الاتفاق نتوقع معه وقتا ممثلين عن هذه المناطق الأربعة ولكن اليوم الذي حصل شوي صار رسميا هذه المناطق صارت لروسيا لأنه وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعة على القانون الاتحادي للتصديق على معاهدة انتمام جمهوريتين دونتسك ولوغانسك وأيضا مقاطعتين خيرسون وزاباروجيا إلى روسيا هذا يعني رسميا اليوم الأربعة صاروا مناطق روسية بالإضافة إلى التوقيع على هذا القرار إخواننا كان هناك قرار وأمر آخر صراحة في غاية الأهمية ولهو دلالات كبرى حيث أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعة أيضا مرسوما يقضي بنقل ملكية محطة زاباروجيا للطاقة النووية إلى روسيا وهي أكبر محطة لتوليد محطة لتوليد محطة محطة لتوليد الطاقة بأوروبا هذه أكبر محطة وبالتالي على الرغم من أنه كانت روسيا هي مسيطرة على هذه المحطة عسكريا ولكن كانوا الأوكران هني اللي عم بشغلوها المهندسين الأوكرانيين لصار اليوم رسميا تم نقل ملكية هيدي المحطة للطاقة النووية من أوكرانيا لروسيا بشحطة ألم وبالوثيقة اللي وقع عليها فلاديمير بوتين اليوم قال إن حكومة روسيا الاتحادية سوف تقوم بالقاتي أولا ألف ضمان قبول منشآت استخدام الطاقة النووية في محطة زبروجيا النووية لتوليد الطاقة الكهربائية وأي ملكية أخرى ضرورية لتنفيذ نشاطها في الملكية الفيدرالية ثانيا باء اتخاذ تدابير إنشاء المؤسسة الحكومية الفيدرالية محطة زبروجيا للطاقة النووية بهدف توفير أمن منشآت استخدام الطاقة النووية في محطة زبروجيا النووية لتوليد الطاقة الكهربائية كذلك أصدر بوتين مرسوما يقضي بوضع محطة زابروجيا للطاقة النووية تحت الإدارة الروسية اليوم رسميا وقع على القانون الاتحادي للتصديق على معاهدة الاندمام لهذه المناطق الأربعة وسانيا نقل ملكية محطة زابروجيا النووية لتوليد طاقة كهربائية وهي أكبر محطة نووية لتوليد طاقة كهربائية بأوروبا لروسيا قرارات قوية، من الآن ورايح هنا ركزوني قليلا على روسيا وعلى أوكرانيا الآن تغيرت المعرك، قبل كانت أراضي أوكرانية روسيا عم بتقول فيه انفصاليين وقصص وحكايات أوكرانيا عم بتقول نحن عم نحاول نسترجعون، الآن صاروا بالنسبة لروسيا على الأقل أراضي روسي وبالتالي أوكرانيا بتقول أراضي أوكرانية محتلة روسيا عم بتقول رسميا وفيه هلأ قدموا وعملوا استفتاء وقدموا طلب لروسيا والبرلمان صدق عليها، المحكمة الدستورية بروسيا صدقت عليها بوتين وقع عليها وبالتالي أصبحت رسميا أراضي روسية هل انتقلنا هلأ إلى العقيدة الروسية بالدفاع عن الأراضي الروسية؟ بدنا ننطر هلأ هلكم يوم لنشوف شو بده يصير فمن اليوم الأربعة وطلوع المفروض أنه معايير المعركة تغيرت بس بدنا نشوف على أرض الواقع شو عم يغير تمام؟ بدنا ننطر هلكم يوم طيب ننتقل إلى الخبر الأخير بحلقتنا اليوم ننهيه بشكل إيجابي نحن وياكم بما يتعلق بقضية اللي أثرناها نحن بموضوع الكتب الموجودة في المدارس العامة وخاصة في مدارس ديربون العامة وقتها طلعنا وتحدثنا عن بعض الكتب الموجودة بالمدارس اللي هي في بقلبها يعني أشياء شازي في بقلبها محتوى جنسي في بقلبها خطاب يحب على القراهية في بقلبها شتائم في بقلبها رسومات تبرر العنف وقتها يعني تكلمنا عن هذا الموضوع في كل وضوح كمان شفنا بعض التحركات للأهالي والمظاهرات أو المظاهرة التي حصلت للمطالبة بمراجعة هذه الكتب بدي منكم قبل ما أحكي عن الموضوع هلأ بشكل عام بدنا شغل كتير مهم ننتبه لإله هذا الموضوع هو موضوع علمي بحث ليس موضوع سياسي أو موضوع ديني وبالتالي بتمنى من إخواننا بالجالية يبعدوا السياسي ويبعدوا الدين عن هذا الموضوع هذا الموضوع يتعلق بالأطفال وبولادنا بالمدارس لازم نخليه ضمن إطاره العلمي لا ندخل فيه الأحزاب السياسية لا نخلي الحزب الجمهوري وللحزب الديمقراطي يتدخل فينا خلوا هذا الموضوع وهذا النقاش عن الأطفال وكيفية حماية الأطفال فقط تمام؟ كل الأفكار السياسية وهؤلاء الأشخاص نعم بحاولوا يستغلوا هذا النشاط من الأهالي المشكورين عليه صراحة خلوا نبعاد عنكم وما تخلوا حدا ياخد سمرة نشاطكم لأهداف خاصة ولأهداف سياسية أنا عندي أبديت ومستجدلة لكم كثير مهم صراحة نحن متل ما بتعرفونا بنشتغل على السكت نشتغل على السكت حكينا في هذا الموضوع كنا الأول وسيلة أعلامية عم تحكي بهذا الموضوع بوضوح فهمنا لي كيف؟ المشكورين لتحدثوا بعضنا أكيدا ومش وقفنا هونك انتو بتعرفون كثير بهذا الموضوع لا، تواصلنا مع المدارس كان هناك لقاءات من بيناتها كان هناك لقاء اليوم لحتى يعملوا شيء اسمه لها الورقة الموجودة قدامي حاليا مش بس معي أنا اجتمعوا اجتمعوا مع أشخاصها آخرين بس أنا كنت ضمن هؤلاء الأشخاص اللي طلبوا رأيهم في هذا الموضوع واللي اجتمعوا معهم إدارة المدارس لصار إخوانا خليني يحط لكم هايدي الورقة قدامكم شو بتقول هايدي من ديربون بوبلك سكولز شو عم بيقولو؟ عم بيقولو تعتقد مدارس ديربون الرسمية أنه لا يجب أن تكون المواد المكتبية التي تحتوي على رسومات أو عنف غير مبرر أو محتوى جنسي أو شتائم أو خطاب يحض على الكراهية وبدون جدارة أدبية أو تعليمية جزءا من مجموعات المكتبات المدرسية وأنه في حال اعتقاد أحد الوالدين أو الموظفين أو الطلبة أن المادة المكتبية لا تفي بهذا المعيار فسيتم اتباع إجراءات تحدي الكتب شو رأيكم بهالستيتمنت الحلوي هيدا؟ شو رأيكم بهالبيان المميز؟ هيدا؟ واضح البيان ما شاك؟ تمام؟ شو عملوا مدارس ديربون العامي إخوانا؟ أول شيء زبطوا المعايير والأسس المن خلاله فيكن تعترضوا على الكتب الموجودة بالمكتبات تمام؟ أول شيء فيه شيء اسمه opt out form هيدا الطلب أو الفورم رح يصير موجود على الويب سايت أو الموقع تمام دارس ديربون العامي حيلا واحد من الأهل بديوا ولاده ما يتعلموا عن أفكار جنسية أو شيء فيكن تعبوا هيدا الفورم وتعطوا للمدرسة ومعاش بيفرجوا ولادكن على ولا شيء هيدا أول شيء رح يصير الفورم أكتر وموجود على الويب سايت ثاني شغلة عملو لكم براسس اسمه Book Challenge Procedure Book Challenge Procedure هيدا إذا فيه حدا من الأهل أو من الموظفين أو من التلميذ بيعتبر إنه فيه كتاب إن كان e-book أو physical book إذا كان كتاب موجود بالمكتبة الإلكترونية أو الموجود بالمكتبة هونيك ما بيناسب فيه يعترض عليه في قدم اعتراض بيتم مراجعة هيدا الاعتراض وإذا أنتوا لقيتوا ما عجبكم القرار اللي التخص فيما يتعلق بهذا الاعتراض ساعتها بتروحوا على البروستيجر الثاني اللي هو Book Reconsideration Process هيدا رح يصير في عنا لجنة اسمه Book Reconsideration كمري هيدا اللجنة مكونة من ثلاث أهالي ومن ثلاث أسادزة ومن إداري ومن social worker وتلميذ وبالتالي رح يكون فيه بقلبها تسع أعضاء هيدا اللجنة رح تراجع هيدا الكتاب اللي إنتوا عم تعترضوا عليه وإذا لقيت إنه كتاب لا يلائم الأعمار ساعتها بيتخذوا القرار المناسب في هذا الموضوع حمدل أنا بعتقد هذا أمر جيد جدا يبنى عليه بس أكيد بيرجع للعمل اللي إنتوا فيه كأهالي واعترضتوا على هذا الموضوع ما أحدا كان عم بيطلب حظر الكتب ما أحدا كان عم بيتكلم ضد المدارس ما أحدا كان عم بيتكلم ضد التعليم نحنا معروف معروف عنا الجاريات العربية والكلدانية والشركة أوسطية نحنا منحب التعليم نحنا منحب أولادنا يكونوا بأعلى المراكز ومنحب أولادنا يتعلموا وياخدوا مش بس الشهادات السنوية ومش بس ياخدوا الشهادات الجامعية لبل كمان يروحوا وياخدوا master's degree وياخدوا graduate degrees ومنحبهم دايما نشوفهم بأعلى المراتب وبأعلى المراكز فما أحدا يجي إلنا أنه نحنا ضد التعليم وضد القراءة نحنا مع التعليم ومع القراءة لكن مع أيضا تقديم أشياء مناسبة حسب الأعمار تبع الطلاب وحماية هؤلاء الطلاب فأنا كنت طلبت منهم للمدارس شغلي اليوم وقالوا رح يعملوه إن شاء الله بإذن الله طلبت منهم أنه هذا الموضوع هني قريت انترجمينه للعربية يعطيوهم العافية بس أنا طلبت منهم أنه هني قالوا رح يحطوا هايدي الpress release على الweb site أنا طلبت منهم أنه هيدا الprocedure الي هني عملوه يعملو هارد كاب يعني يتبعوه لهيد الورقة ويبعثوه للأهالي بالعربي خصوصا الأهالي بيحكوش إنجليزي لحتى الأهالي يكون عندهم معرفة عن كيفية أنه الاعتراض على الكتاب أو أنه يشيلوا ولادهم ما يتعلموا شغلات تتعلق بالأفكار الجنسية تمام؟ هلأ صارت المسئولية عليكم أنتوا كأهالي المدرسة بيعتقد أنا عملو اللي عليهم أنتوا كأهالي لازم تابعوا مع أولادكم شوفوا أولادكم شو عم يقرؤوا وإذا لقيتوا في شي مش مناسب فيكن تعترضوا للمدرسة اللي أولادكم بيروحوا عليها وفيه procedure صاروا موجودين لهيدا الموضوع تمام؟ هايدي كانت حلقتنا اليوم من برنامج شوفي ما فيه معي أنا حسينيش من قناتش الأخبار إلا اللقاء وبرعاية الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة